عندك إعتراض أم لا؟ أعترض.. فكر.. فكر مستر بسماني النهار. ممكن يختلف. جراء اللي فات. يعني هو.. مش هيختلف على المتش اللي فات. مش هيختلف إني التشكيل يعني.. زي ما هو.. تقريبا زي ما هو. و نفس التالي. أنا بس أريد أن نقطة مهمة جدا يمكن.. برضو كابتن عادي. أنا النهاردة.. إيه اللي خلاني المتش الرجاء إن أنا أكسب و أستريح. مممممممم.. إن أنا لما أجي في جونس الجلد. صح؟ لو كنت دفعت. بعد الجول كنت دفعت. لو كنت دفعت. لو كنت دفعت. كان الوضع الصبيعي. هذا الجول تطلعت. انتهت الأمر. السنة اللي فاتت. وانت بتلاعب فريج جنوب إفريقيا. لا يا كابت تانية. سانداونس. انت هناك عملت ايه؟ سجلي الهدف. بعد ما جي في الجول. تمام سجلت. لو لم تسجلتش الهدف. وفضلت الدافع. أعتقدت كان ممكن سهل يجيبوا الهدف التاني. وتتعادل. وانت كانت كثمانة 2-0. تمام؟ ما الذي دعنا نتفوق السنة اللي فاتت في سيمي فاينال إفريقيا. الوداد في الوداد. انك هاجمت. وابتديت بالمبادرة. وسجلت هدفين. فبتديت ما عندكش أزمة هنا. وانت بتلعب في القيامة. الفرقة اللي بتهاجم. بيبقى عندها حلول كتير. وبتضغط الفرقة التانية اللي قدامها. وبتبقى أعرب ان هي تسجل أهداف. أنا مش بقول ان احنا نهاجم بشكل عشوائي. لكن بقول ما ينفعش ان احنا نبتدي زي ما بتدينا الرجاء. تمام؟ لو بتدينا زي ما بتدينا الرجاء. أول عشر دقايق. احنا نزلين بس عشان ندافع. وجي فينا جول. كل السيناريوهات ممكن تتوقعها بعد كده. انك ممكن جول تاني. انزار في الانزار. بنالتي. هنخش بقى في حتة ايه؟ طب تلاتة طب اتنين طب لسة بدري طب الوقت. فيبتدي انت عصابك يعني تتوتر هو كده كده. هو هيجازف. محروف. طب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اخطف هدف. من البداية. او عايز احجمه هجوميا من البداية. فيبتدي اضغط عليه. ممكن اسجل هدف بداية الماتش. خلاص المباراة. مش مئاتة اتقتلت خلاص الماتش. خاصة. محتاج سجل ست اهداف. خاصة زي ما بقول بلالك انا. اما ورا. شخصية العب تبقى. شخصية العب تبقى. ديها كابتن شريف. شخصية العرباء بتوعنا فين. لا انا بكلمك. ده يعني انا ابتدي ازاي الماضي. انا اللي خليني ادافع. انا كسبان اربعة في مصر. اللي خليني ارجع ادافع. يعني ايه اللي خليني ارجع ادافع. وانا كسبان اربعة في مصر. انما ممكن. طريقة الهجوم بتاعتي تختلف شوي. تختلف. يعني انا معكبت نعادي. اه بالضبط. معاه في الحيطة دي. تختلف. فاضل انا كابت. هو انت تهاجم بمعنى انك تعمل ضغط. ولا تهاجم. ما هو الكلمة دي مطبط. كلمة هاجم. هو لسا هكامل. هاجم ازاي بقى. هاجم ازاي بقى. هاجم ازاي بقى. اشتغل ازاي. خل بالك هما يعملوا عليك. ضغط. هم يعملوا ضغط عالي. انت كمان هتعمل ضغط عالي. لا. ما هنو لسا بقول يا كابت ان اهاجم ازاي. هاي الاستراتش دي بتاعتي في اللجوه. انت النهاردة عندك انت التلاتة اللي قدام. هم نفس التلاتة اللي كانوا بتقول المهارة اللي فاتة. لعيبة عندها سرعات وعندها مهارات. يعني تقدر تستغلوهم في الكونتر اتاك بشكل كويس. وتقدر في نفس الوقت تستغل المهارات الفردية بتاعتهم. انا هدافع بشكل كويس. اول ثانية. انا عايز اضغط بس اول عشر ده. انا عايز اضغط قصة هدافع دي. واستحواز. في استحواز وفي مدأ. ان انا بدافع لا. ممكن استحوز الكورة. وده ما قال عادل بقى طلحهم برا الجيل. بقى زهقهم. بيعرفوا ان فعلا الفرقة دي فرقة بطولة. الفرقة دي على قد الاربع هداف. انا بس كلمة اللي هي بدافع والاستحواز. ما هو كابتن بص هدافع ازاي وهاجم ازاي. هيا دي برضو افكار مدير فني. وهل النتيجة تسمح لك في مصر انك تشتغل. بطريقة مختلفة عن الطبيعي بتاعك برا ملعبك. اوه تسمح لي ان اشتغل بطريقة مختلفة. تسمح لي ان انا من بداية الجيم ابتدي ضغط. زي الفرق ما بتبتدي برا ملعب. يعني انا نهاردة مثلا. لو استيتي كسبان 4-0. او لأي فرق كبير. مش هتنزل تدافع تلعب زوندفنس 4-0. انا كسبان. انا بدور على الهدف. يعني انا المفترض ان اول حاجة يفكر فيها مستر موسماني. ادور على الهدف. ادور اخلق هدف للنفس. وده اللي قاله في المطمئة. اسجل هدف. لو سجلت هدف. انا المباراة خلاص انتهت. اتقتلت بالنسباتي. خاصة عندك مشاكل فنية كثيرة جدا عندهم. تاني حاجة. اذا ما لك هبتني عادل. تب لو ما سجلتش هدف. بعد اول عشر دقيق. هبتدي اعمل تنظيم دفاعي جيد. واشتغل على كونتر. بحيث ان هما ما يسجلوش هدف. اه بالضبع. انا هدفع بشكل كويس في نص ملعبي. مش بقى زون ديفينسي فقط من غير اي اهدف تانية. لا هدفع كويس. وابتدي اشتغل. انا انت عايز اول عشر دقيق تدريق.